اشتركوا في القناة بطريقة التحذير معقودة البتاتاة مقادير وصفتي لليوم عندي ازدائر الجيجة ترحيته ونضع طوالب في حمته ونضع طوالب في الفل أحمر وفل أكحل وكركب وملح وقصيت اشتير بصلة صغيرة هنا بطبيعة للمعقودة يزمن البتاتا قصيت كعبة كبيرة في الكروينة ونكمل لك الزوزة ذوكو ونضع كيف نفوح الجيجة ونخليه تيب ونضع كل شيء في البارد طريقة سهلة ويتحذر فيسا أول حاجة نحطه هاك زر الجيج ونحطه عليه أكله في فح وبش نحط عليه هاك اشتير بصلة صغيرة عوني سهلة وتحذر فيسا وبش نصب عليه بتبيعة الزيت حكاية مغرفة كبيرة متعميكلة وبش نحط له توا ما لذا بنا يكون ما سخور ونحطوه يتيب توافق النار بالطريقة هذي حكا ركيكا كويس ما نصبوله بش يتيب فيساعة الجيج من قدش برشة ومش يديش الوقت ونخلطوه هاك اللحم الجيج خطر ومفروم يجبنا نحلوه بالمغرفة بش يدخل في وسطه لفاح ونخليه تيب على نار هادية لين ينشف ملمين بتاعه نجم له هنا تستعمل الحم مفروم تستعمل تون تستعمل اي حاجة انتي شاهيتها اما حتى بتجيجي جيكو مخفيفة وبنينة نخليها توا ليكا بتيب وتوا نكمل نقص البطاطم تاعي ونحطها توا تتسمت على روحا وبعد توا نرفسوها ونفوحوها زيدا وكهو نكمل نقصها الكل وبعد كيف التيب نوري نكمل وبقية الواسفة مبعضنا اكهو نحطها ونرجع لكم توا حضرت له هنا سحفة حتيت فيه وسطها اربع مغارف كبار في رينا هذي السوس اللي بشنغلطس فيها المعقودة وحتيت له هنا باكو خميرة خبز لخميرة الخبز هذيكا مايو عادل بالضبط ملعقة كبيرة متعماكلة وباش نفوحها السوس هذي يتو باش نفوحها بالملح والكركوب والكمون والفلفل اكهو الكمون حتيت كيكرة بيع مغارفة اتفوح السوس يسير جيكم ببنينا وباش نحط لهم توا المادة في مش المسخون ردو بين ديما لخميرة الخبز تحب المادة في توا باش نصب عليهم ونخلطها مليح مليح ونخليها توا يتضاعف الحجم مليح كيما العجينة اما جيرية شوي يذي توا بعد ما تحذر باش نوريكم كيفاش باش نستعملوه يزمنا توا نحلوا الفيرينة مليح مليح وهم حاجة توا نغتيوها نغتيوها ملفوق ونخليو هيش تشمله هوي توا ترا كيفاش يتضاعف الحجم مليح وديكم على محليها السوس مزينة ويجيكم معقودة بإذن الله ابنينا توا نكمل نحلك الفيرينة مليح مليح ونغتيها ونخليها في بلصة ديفية وكهو وهيذي توا هاي حاذر السوس متيعي مداميني حذرت الباتاتا وكل شيء نرجع لكم توا حذرت الباتاتا متيعي توا بتا عوكي توا باش نرفسها بالفرشيتا ونفوحوها زيدا حذرنا الفرماج مزاريلا بالفرماج مزاريلا باش نقرر زيتا ونشف ملمين متيعه و بعد نرفس الباتاتا نفوحها باش نفوحها بشوية مليح وفي الفلك حالو كركب وعننا زيدا لهروس يفوحها زيدا وحتيت راه بيضاء ما وريدكمش في الفيديو سامحوني البيضاء يركف بها الباتاتا باش تتلملي وعندي فرماج مزاريلا لنضعه في الحشوة المتاعي خلطتوا مليح مليح الفاح في وسط البطاطا وبعد فوحوه ولموه نضيف له بيضاء نركضوها ونخلطوها في وسط البطاطا وهذا الجيج المتاعي يجب أن يكون نشف من الماء لنقر الزيتو سوف يتطور الجيج المتاعي ونفوحه بالفرماج الفرماج الذي لديك في الدار يضعه اليوم لكي نستعمل فرماج ماتزاريلا والذي لديه نوع اخر من الفرماج تضعه وكان لديك زيتاريغوتا وتنجم تضع زيتون كبار اللي تشتهيه يضعه في الوصفة تجيكم بإذن الله وصفة بنينة برشا خاتل في وسط المعقودة تجيكم نكهة يسر بنينة تبدأ من الداخل والبطاطا حذرتها وفوحتها مليح مليح وكيما قلت لكم ضفت لها كل بيضاء والليتلي توع عبارة على هجينة البطاطا يسر بنينة وفوحة وكيما نكمل نضع الفرماج في وسط الجيش ونوريكم الطريقة كيف نحشيها طريقة سهلة ويسر مزيينة تحضروها للعشاء للفطور سريعة نقولوا كملك كملك نوريكم طريقة كيف نحشيها المعقودة ونبتع حاضرة حذرت الهنا كل شيء وطو بش نحضر الفرينة الفرينة بش ما تلسقش في دينا وفي نفس الوقت اللموا بها المعقودة متعنا حذرت الحشوة كل شيء بحذية وطو بش ما مد الفرينة نمسح بها يديق بكل شيء بش ما تلسقش في دينا ولموا بها توا المعقودة نمد البطاطا ونحلها توا على الشكل دائري والشكل اللي تحبوه أعملوه المهم قد ما تبدأ صغيرة ومزيينة أخير نحلوها بالطريقة هابيكة ونحطوا توا حشوة متاعنا نحطوا مغير في هكاكة ونلموها توا ونقرسوها على جنابيتها ونلموها توا سهلة وبنينا وتحذر في سع زيدة توا المها بالطريقة هذية ونحطها زيدة في اطباق بحذة وخيتها عكا هاب عن حتي تطبق زيدة في وسطه فرينة بش ما تلسقش فيه وهذه حاضرة توا نحضرهم توا أقبل كل شيء قبل ما نقليهم يجبنا نحضروا المعقودة متاعنا في الطباق ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 حذرت السوس المتاعي بعد بخمرة تنخلطها مليح مليح موسيقى وسخنت الزيت موسيقى نقليهم على زيت متوسطة موسيقى لتطيب من الداخل وليس تحرق وتعطيكم مكة تقرمشة مزينة السوس هذه كبرة تتنفخ وفي نفس الوقت تتقرمش توا هذية لنغطسها مليح مليح في وسط السوس وننفضها بعد ونضعها تقليف الزيت كهو وكلك عبا نعمل لها كيك موسيقى أهم شيء تكون النار متوسطة ليس قوية نسويها كيف نحكى ونضعها في السوس ونعبيها بالسوس ونضعها تاوت التقليم ونكمل المعقودة نقليهم بنفس الطريقة ونشوفوا ان شاء الله نتجة مزينة خفيفة وبنيلة كهو وهذا محاضرين نكملهم الكل ونرجع لكم حطوهم في طبق التقديم كهو نعملهم الكل بنفس الطريقة بطبيعة نحطهم تاوت الكل ونرجع لكم هذي اخر كعبة نحطوها تاوت في طبق التقديم ونرجع لكم كملت حضرت المعقودة تمتاعي الكل زينتهم وحاتيتهم في طبق التقديم قدموا معهم السايتن قدموا معهم اي حاجة اكلا مزينة مع شربة مع اي حاجة اكلا سهلة وتحضر فيسع ونقول لكم خليكم فضمينة ربي وان شاء الله يا ربي نتلقى في وصفة جيدة ونقول لكم زيدة ان شاء الله نهاركم مبروك نهاركم اسعد ليم باي اشتركوا في القناة